أنت أفكارك شئت أم أبيت؟ فإن الحوار الذي يدور داخل عقلك هو من يسير حياتك فما أنت إلا مجموعة من الأفكار وما تفعل في حياتك كل يوم ما هو إلا تنفيذ للأفكار التي تسيطر على عقلك وإذا أردت أن تحسن أي جالب من جوانب حياتك فلابد أن تحسن أفكارك تجاه هذا الجانب وهناك مبدأ نفسي يقول أيا كان اعتقادك بأنك سوف تنجح في أمر ما أو لن تنجح فيه فأنت على صواب في الحالة فأنت لا تستطيع أن تنجح في أي أمر إلا إذا اعتقدت أولا أنك تستطيع أن تنجح فيه عندما سئل الملاكم المشهور محمد علي كلاي عن سر نجاحه قال إنه كان دائما يردد عبارة أنا الأعظم والتي غيرها بعد أن أعلن إسلامه إلى الله الأعظم حتى أصبح بالفعل أعظم ملاكم عرفه التاريخ وهذه العبارة كانت تساعده عن الالتزام بأداء التدريب اليومي وكان يستخدمها في اللحظات الصعبة في كل مباراة ولو لم تكن هذه الفكرة تسيطر على عقل علي كلاي لما استطاع أن يحقق هذا النجاح لا تستهين بالأفكار المختزنة داخل رأسك فكل الأعمال النبيلة كانت نتيجة أفكار كذلك كل الجرائم والحروب كانت بدايتها أفكار يكفيك أن تعلم أن سلاح إبليس الوحيد هو الوسوسة وما الوسوسة إلا التأثير السلبي على الأفكار لذلك عليك أن تحمي عقلك من الأفكار السلبية والهدامة وأن تستبدلها دائما بأفكار إيجابية بناءة عقلك مثل التربة التي تقبل زراعة أي أنواع من النباتات أي شيء تبذره فيها ستحصده فهو يقبل أي أفكار تزرعها فيه دون أن يجادلك أو يسألك ما إن كانت هذه الأفكار صحيحة أم لا بناءة أم هدامة ومع مرور الوقت تصبح هذه الأفكار هي من تشكل عادتك وسلوكك تذكر مرة شعرت فيها بالإحباط أو الضيق أو الحزن بسبب كلام سمعته من شخص ما وتذكر أيضا مرة شعرت فيها بالإمتنان أو السعادة بسبب كلمة قالها لك شخص ما سواء كان هذا الشخص صديقك أو أحد أفراد عائلتك أو حتى لا تعرفه يمكن لكلمة يقولها لك أي إنسان أن تؤثر على شعورك بدرجة كبيرة لذلك قال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة لأن الكلمة الطيبة لها تأثير بالغ على من يستقبلها كذلك الكلام الذي تحدث به نفسك في صورة أفكار يؤثر عليك بنفس الدرجة حتى وإن كنت صامتا ظاهريا فيمكن لحديث النفس أن يجعلك تشعر بالسعادة أو الحزن بالأمل أو الإحباط بالإمتنان أو التزمر فالأولى أن تتصدق على نفسك وتحدثها بالكلام الطيب ما تحدثك به نفسك عن الصلاة وصورتك الذهنية عنها يساهم بقدر كبير في حفاظك على الصلاة أو تركها ربما يكون لديك بعض الذكريات السيئة مع الصلاة التي رسمت صورتها في ذهنك على أنها عمل صقير أو يبقى عليك الانتهاء منه أو تركه وجعلك تحدث نفسك بأنك لا تستطيع أن تحافظ على الصلاة أو أنك لن تتعود عليها ولن تخشع فيها أو أن المصلين لديهم قدرات وظروف خاصة ليست عندك هذه الصورة لا تعكس جوهر الصلاة الحقيقي وكلما ذكرت نفسك بالله عز وجل وزاد علمك به كما ورد في الفصل السابق كلما تغيرت هذه الصورة تدريجيا يخبرنا علماء النفس بأن كل ما نفعله من نشاطات في حياتنا اليومية إنما نفعله بدافع أن نتجنب الألم الناتج عن عدم فعله أو لجلب السعادة ناتجا عن فعله فالألم والسعادة هما الذين يسيطرون على دوافع بني البشر فمثلا بعض الأشخاص يحملون أنفسهم على الذهاب إلى أعمالهم كل صباح رغم عدم حبهم لها لتجنب شعور الألم الناتج عن عدم الذهاب إلى العمل وهو الفصل وعدم القدرة على دفع الفواتير وما يترتب عليه بينما نجد أشخاص آخرون يحافظون على الاستيقاظ مبكرا بانتظام حتى في أيام العطلات لأنهم وجدوا الاستيقاظ مبكرا يجلب لهم شعور السعادة والعجيب أن ما يكون قناعتنا حول ما يسبب لنا الألم أو ما يجلب لنا السعادة هي أفكارنا فقط ربما تتذكر إحدى المرات التي كان يتواجب عليك أن تكون بأمر معين لا تحبه وكيف أن أفكارك صورت لك صعوبة هذا الأمر وثقلوا عليك لكن بمجرد أن تبدأ هذا الأمر وتستغرق فيه تنسى أصلا ما كنت تشعر به وتجد أن الأمر لم يكن بالصعوبة التي تصورته بالطبع تأتي هنا أداة الشيطان الأساسية وهي الوسوسة فيصور لك الصلاة على أنها عمل سقيل مؤلم مرارا وتكرارا حتى تترسخ هذه الصورة في ذهنك ميل الأربع دقائق ربما تعتبر قصة ميل الأربع دقائق من أهم القصص التي توضح كيف أن تغيير القناعات يمكن أن يحقق ما يظن الناس مستحيلا فلآلاف السنين كان الناس تمسكون بالاعتقاد بأن من المستحيل على الإنسان أن يقطع مسافة ميل في أقل من أربع دقائق غير أن روجر بانستير حطم هذه القناعة في عام 1954 بعد أن نجح في قطع مسافة ميل في أقل من أربع دقائق ويحكي روجر بأن السبب في ذلك لم يكن فقط التدريب الشاق بل أنه كان دائما يتصور نفسه ويحطم هذا الرقم ويحدث نفسه بأنه يمكنه تحقيق ذلك حتى أصبح الأمر من قناعاته الشخصية التي لا تقبل النقاش علاوة على ذلك في غضون عام واحد مما حققه روجر كان 37 أخرون من ممارس رياضة الجاري قد حطموا هذا الرقم أيضا فتجربته شكلت بالنسبة لهم نقطة مرجعية قوية غير قناعاتهم حول ما يمكن تحقيقه لم يكن هؤلاء الذين حققوا أرقاما قياسية يمدلكون قدرات بيولوجية خارقة هم فقط غيروا أفكارهم وقناعتهم صورة الصلاة غير أفكارك تجاه الصلاة اغتنم أي من ذكرياتك الجميلة مع الصلاة واجعلها تعكس صورة الصلاة في دهنك تذكر يوما صليت فيه صلاة خاشعة مطمئنة كان فيها المسجد هادئا صافيا تذكر تلك المشاعر التي ملأت قلبك وأنت تصلي التراويح في رمضان أو تذكر صلاة أحد المصالين التي أحببتها وتمنيت أن تصلي مثلها جاهد عقلك أن يتصور هذه الصورة الجميلة للصلاة كلما صور لك الشيطان الصلاة بأنها عمل ثقيل عليك جاهد نفسك أن تطرد هذه الأفكار من رأسك وتستبدلها بأفكار أكثر إيجابية فأنت لا تستطيع أن تفكر في أمرين في الوقت نفسك كلما جاهدت نفسك أن تجعل صورة الصلاة في دهنك مرتبطة بالسكينة والسعادة والطمئنينة حتى وإن لم تصلي بعد سيتقبل عقلك هذه الصورة كحقيقة ولن تقوى عليك وأسواست الشيطان وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الجميل عندما قال أرحنا بها يا بلال أراد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن ترتبط صورة الصلاة في أذهاننا بالراحة والسكينة وهو من أهم الدوافع التي تعين على الصلاة عبارات أحب دائما أن أذكر نفسي بعبارة إلا المصلين وهي الآية التي وردت في سورة المعارك بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائما فكلما شعرت بالحزن أقول إلا المصلين فالحزن لن يستطيع أن ينال مني ما دمت أصلي وعندما يضيك صدري أقول إلا المصلين فأطمئن أن الله تعالى سيشرح صدري ما دمت أصلي وحين يصيبني التعب أقول إلا المصلين لأن الصلاة قوة وكلما أسبغ الله علي من نعم أقول إلا المصلين فأتذكر أن الفضل كله لله تعالى فارتبط معنى الصلاة في ذهني بالاتذان والطمأنينة والسكينة ولا أخفيك سرا إن بمرور الوقت وتكرار عبارة إلا المصلين حصدت ما ذرعت فأصبح عقلي هو من يمليه علي دون مجهود بعد أن كنت أجاهد نفسي لزرع هذه الفكرة أيضا كلما روادتني نفسي أن أؤخر الصلاة لتعب أو كسل ذكرتها بعبارة الصلاة روحة أرددها محدثا بها نفسي حتى أغلبها حتى وإن كنت أشعر بالتعب أو الكسل فأنا على يقين أن شعوري سيكون أسوأ حال إن فاتتني تلك الصلاة وسيتحسن شعوري إن دفعت نفسي للحاق بها فترسخ مفهوم الصلاة راحة في ذهني وإني على يقين أنك جربت هذه الحالة مرة على الأقل في حياتك حيث تدخل معركة أداء الصلاة أن تركها فتقرر أن تتركها فتجد أن شعورك ازداد سوءا بينما إن قررت أداء الصلاة رغم تعبك أو كسلك تشعر بانشراح الصدر بمجرد أن تنتهي استخدم أي من العبارات التي تشعر بقوتها وجعلها أداء تدفع بها وسوس الشيطان وحديث نفسك أنت في معركة تتوقف عليها سعادتك في الدنيا والآخرة ولا بد أن تحارب شيطانك ونفسك بنفس أسلحتهم فلقد فاتتك صلوات وصلوات بسبب أفكار مختزنة في رأسك لا حقيقة لها فابدأ من الآن في زرع أفكار وعبارات إيجابية حول الصلاة تكون جاهزة لمواجهة حديث نفسك الذي يوسوس لك مع كل وقت صلاة ما أحدثك عنه هو مفهوم ثابت في علم النفس يسمى سيلف توك ويستخدم أطباء النفس التقنية يسمينها التوكيدات الإيجابية التي تعالج حالات الانطواء وفقدان الثقة والإكتئاب وهي نفس التقنية التي يستخدمها معظم الناجحين من خلال كراءة لسيرهم فهم يستخدمون حديث النفس كأداة عينهم على تحقيق نجاحتهم وتعزيز الثقة في أنفسهم استخدم عقلك تذكر دائما أي كان اعتقادك بأنك سوف تنجح في أمر ما أو لن تنجح فيه فأنت على صواب في الحالتين هؤلاء الذين يحافظون على الصلاة يقومون بعمل بسيط جدا وهو أنهم يقنعون عقولهم باستمرار بأنهم قادرون على أداء الصلاة أيا كانت الظروف والعقل مثل بقية عضلات الجسد فكما أن عضلات الجسد تموا وتقوى بالتدريب والتكرار كذلك العقل ينمي فكرة معينة أو يعتقاد معين بالتكرار فيقتنع بها وكأنها حقيقة مثلا إذا ذهبت إلى النوم في وقت متأخر نسبيا ستجد مئات الأعضار التي تمنعك من صلاة الفجر بينما لو ذهبت للنوم في نفس الوقت المتأخر وعليك أن تستيقظ في نفس وقت صلاة الفجر لتلحق معاعد طائرة أو تلحق معاعد المقابلة للتقديم في وظيفة جديدة ستجد مئات الأسباب التي تدفعك إلى الاستيقاظ وقت النوم هو نفسه ووقت الاستيقاظ هو نفسه ولكن الأفكار التي سيطرت على عقلك هي من جعلتك تفوت هذا وتلحق بذلك لماذا؟ لأن عقلك سيبحث عن كل الأسباب المنطقية التي تدعم الفكرة التي زرعتها فيه هكذا يعمل العقل حتى وإن كانت هذه الفكرة هي فكرة غير صحيحة أو غير منطقية فإن أخبرته قبل أن تنام بأنك لن تستطيع أن تصلي الفجر لأنك متعب فسيمدك عقلك بكل الأسباب التي تدعم هذه الفكرة وما إن أخبرته أنك يجب أن تستيقظ لتلحق معاعد طائرة أو مقابلة الوظيفة سيمدك عقلك بكل الأسباب المنطقية التي تدعم فكرتك وتدفعك أن تستيقظ وربما جعلتك تستيقظ دون منبه مادام العقل يعمل بهذه الطريقة فلماذا لا نستخدم هذه الطريقة لتعيننا على الصلاة بدلا من أن نستخدمها لنتصارع ضد الصلاة ونختلق الأعضار حتى نتركها هذا الصراع الدائم بين النفسي وبين ترك الصلاة يولد حالة نفسية من تحقير الذات يولد شعور بأن هناك دائما شيء مفتقد يجعلك في نهاية اليوم تشعر بالفراغ لأنك صارعت ضد فترتك على الجانب الآخر ما أظم ما اللي يصلون يشعرون بالسعادة والبهجة إذا صلى أحدهم الفجر في جماعة أو إن أكمل صلوات يومه كلها دون أن تفوتوا أي صلاة إذن الصلاة هي مصدر سعادة وبهجة وسكينة فلنجعل عقلنا لتصورها هكذا فقط تصورها هكذا حتى وإن لم تصلي بعد ستجد نفسك تبحث عن وسائل تعينك عليها بدلا من أن تبحث عن وسائل تعينك أن تتركها قرر اليوم أن تخرج من عالم يوما ما هذا اليوم الذي تظن أن حالك سيتغير فيه بين ليلة وضحوها وتصبح فجأة من المصليين هذا اليوم لن يأتي لا تنتظره بل عليك أن تصنعه أنت وبداية الطريق أن تخرج من هذا العالم المليء بالأعذار تعلم كيف تحافظ على الصلاة بدلا من أن تتعلم كيف تتركها قبل أن تصلي تعرف على الله عز وجل أولا لو عرفته ستحبه وإذا أحببته أطعته علاقتك مع الله تعالى ليس علاقة أمر ونهي فقط الله رحيم ودود غفور شكور واسع كريم تواب غذي روحك كل يوم بأن تسمع أحدا يذكرك بالله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أي أن كان اعتقادك بأنك سوف تنجح في أمر ما أو لن تنجح فيه فأنت على صواب في الحالتين ما تحدث به نفسك عن الصلاة يساهم في حفاظك عليها أو تركها تغيير أفكارك واعتقادك عن الصلاة سيعينك أن تصلي اغتنم أي من ذكرياتك الجميلة مع الصلاة واجعلها تعكس صورة الصلاة في ذهنك ابحث عن وسائل تعينك عليها بدلا من أن تبحث عن وسائل تعينك على تركها